مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على المملكة القادمة عبر شمال الجزيرة العربية باتجاه المملكة وأيضا يستمر تأثير هذه الموجة الحارة طيلة أيام الأسبوع وبالتالي تبقى الأجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 7 إلى 10 درجات مئوية طيلة أيام الأسبوع مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد تقريبا هو أسخن يوم وسيسجل أعلى درجات حرارة تقريبا خلال أيام هذا الأسبوع أجواء حارة شديدة الحرارة درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية يوم الأحد على الأقل في موضم مناطق المملكة المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 43 والصغرى 26 المرتفعات الوسطى وعمان 43 و26 المرتفعات الجنوبية 36 و24 الأغوار والبحر الميت ما بين 44 إلى 45 العظمى والصغرى بحدود 33 خليج العقبة أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب شدة الحرارة ممكن تتعرض لها المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة وأيضا منطقة خليج العقبة إذن في هذه المناطق أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر العقبة حارا أيضا 44 إلى 32 البادية الجنوبية الشرقية أيضا 39 إلى 27 مع ويوم وبعض الأمطار أحيانا البادية الشرقية 43 إلى 31 درجة مئوية يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة أيضا في المناطق الشمالية 38 و25 المرتفعات الوسطى 40 و23 المرتفعات الجنوبية 32 إلى 20 والأغوار والبحر الميت ما بين 43 إلى 44 والصغرى بحدود 32 خليج العقبة أجواء حارة 43 إلى 30 البادية الجنوبية الشرقية 39 إلى 28 والبادية الشرقية 44 إلى 29 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها المنطقة الشمالية 36 و24 المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى 22 المرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 20 درجة أما الأغوار والبحر الميت العظمى بحدود 42 وصغرى 31 العقبة أجواء حارة 41 و30 البادية الجنوبية الشرقية 38 و26 والبادية الشرقية 44 إلى 27 درجة مئوية يوم الأربعة تقريبا لا يوجد تغيير يذكر تغير قليل على درجات الحرارة ممكن نحو الارتفاع درجي إلى درجتين لكن تبقى الأجواء حارة وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المنطق الشمالية 36 و24 المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 36 العظمى والصغرى بحدود 24 المرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 33 العظمى والصغرى 20 الأغوار والبحر الميت 42 و43 العظمى والصغرى حوالي 31 العقبة 42 إلى 29 البادية الجنوبية الشرقية 39 إلى 26 والبادية الشرقية 43 إلى 29 درجة مئوية الخميس ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى وتشتد وطقة الحر مرة أخرى فالمناطق الشمالية 37 و24 المرتفعات الوسطى ما بين 34 إلى 37 العظمى والصغرى 23 المرتفعات الجنوبية ما بين 31 إلى 35 العظمى والصغرى 22 الأغوار والبحر الميت 42 و43 العظمى والصغرى حوالي 31 العقبة 42 إلى 32 البادية الجنوبية الشرقية 40 إلى 27 والبادية الشرقية 43 إلى 28 درجة مئوية الجمعة القادم من ارتفاع آخر على درجات الحرارة استمرار الموج الحارة استمرار الأجواء الحارة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل المناطق الشمالية 38 و24 المرتفعات الوسطى ما بين 35 إلى 38 العظمى والصغرى 23 المرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 36 العظمى والصغرى 22 الأغوار والبحر الميت 43 إلى 32 درجة وخليج العقبة 43 إلى 32 البادية الجنوبية الشرقية 40 إلى 26 والبادية الشرقية 43 إلى 28 درجة مئوية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر شرب كميات كافية من السوائل عدم التعرض كثيرا لأشاعة الشمس ونرجو للجميع السلامة وشكرا للمتابعة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري